أهلاً بيتش، ياريت نعرف التفاصيل أنا حتيت وياك، قلت لي أنا من زوجة وما من زوجة خلينا نعرف شون التفاصيل وياك، تفضلي شوفي أحتي لك من البداية أنا فرحتي راحت من يوم وليلة وحياتي من قلبت طبعاً أنا صار لي سنة على هذا الموضوع والمفروض يكون زواجي هاي الأيام استغربين نقولين شنو الزواجي أنا لا زوجت يعني زوجت عقد سيد ومحكمة وكل أمور تمت وشتريت كل شيء وهو عم اشتري يعني أثار وخلصنا كل شيء بقى بس موعد الزواج بس صارت مشاكل كل شيء هواية خلتني أنه أصير مطلقة هناك كثير من الدوافع التي تدفع الشخص إلى الزواج منها الإمكانية الاقتصادية القدرة على بناء أسرة يعني مو فقط الجانب المادي أيضاً الجانب النفسي والاستعداد النفسي كذلك الاستعداد البيولوجي أيضاً للزواج إضافة إلى ذلك الدوافع الأخرى وهي مبنية على الأساس أنه مثلاً أنا مكمل دراسة ومكمل الأمور الأخرى وحكم العمر مثلاً إذا كان مثلاً سن يسمح لي بالزواج أيضاً يكون أيضاً من العوامل المهيئة للزواج أيضاً البيئة الاجتماعية كذلك مثلاً يكون لدي سكن مناسب لأن تعرفون قضية الزواج ما مبنية على أساس أنه مثلاً زواج وانتهى بعد لكن هناك أمور أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ألا وهي القدرة على التكفل مثلاً بالطرف الآخر مثلاً قضية الاقتصادية أيضاً القضية الاجتماعية الاستعداد النفسي تكون مثلاً قادرة على أن أبني أسرة وأتحمل مسؤولية الزوجة والأبناء بداية المشاكل طبعاً إحنا أوش علاقتنا جنا كلش متفاهمين وعلاقتنا قوية آن ويا وهو يعني يعني شون تقبلني وظل يميلني يميل إلي بس أمي ما عجبها هذا الوضع اللي صار هو أنا ليش اتزوجته بالبداية لأنه أنا عمري 23 سنة وزوجته لأنه أبوي وأمي كبار بالعمر وكل أخواني وأخواتي الزوجة فأني شنو مصيري يعني كملت دراسة فلازم أتزوج وأبوي وأمي هم يتفكرون بي يعني على مستقبلي وأمنون مستقبلي فعني ردت من باب استقرار أنه الزوج صارت القسمة يعني أنه هو أخو صديقتي والله هذا الشيء ضروري على اعتبار أنه البيئة اللي راح يعيش بها الفتاة أو يعني هنا أنا تكون ذات علم مسبق لتلك الفتاة حتى لا يكون هناك شنو تضاد بين القيم والعادات والتقاريد ربما الأفكار ربما بعض الأمور التي لا تنسجم مع طبيعة هذه الفتاة مع الأسرة التي سوف تكون جزء منها مستقبلا مع شريك حياتها أيضا يكون هذا عامل مؤثر فعملية التقارب خصوصا لماذا وضعوا قضية الخطبة الخطبة من القضايا المهمة جدا المهيئة للزواج إذا كانت الخطبة سليمة راح يكون زواج شنو سليم إذا كل شيء مبنى على قاعدة سليمة يكون البناء سليم فكثير من الأسر يعني صراحة تفضل يقول لك أن تكون الخطبة سريعة يعني كل ما تطول الخطبة كل ما يكون هناك شنو تكون مشاكل تكون بين الشاب وبين الفتاة ورح ربما تخرب عندنا الخطبة بالكامل فالبعض الآخر يقول لك أفضل أن تكون إذا الخطبة طويلة حتى يكون هناك نضوج هناك تعارف يعني كثير منها فالبعض يفضل هذا وبعض يفضل تلك الفترة فما ممكن يعني أرضاء كل الأذواق لكن الشيء المهم هو التقبل للآخر قضية التحمل المسؤولية قضية الاختيار الصائب أهم نقطة في عملية الزواج هو الاختيار الصائب لا اختيار مبني على أساس الضغوطات الأسرية أو الضغوطات النفسية هذا رح يأثر مستقبلاً على الحياة الاجتماعية الموجودة لتلك الفتاة وأنا الصراحة ما شايفتها ولا أعرفها بس أعرف صديقتي بس هي صديقتي تحس بي وأحكي لها معاناتي وهذه ويا حبابة وتحبني بس أنا ما شأنت أعرف أنه أمها بيش يعني تفكر أنه هذا ابنها إلهة بس ما يصر أنه أحد يشاركها بي هيش تفكر يعني مرات بعض الدوافع لا تكون نكون دوافع مؤثرة تأثير المباشر ربما تكون تأثيرها عكسي على سبيل المثال احنا مثلا نكون الاختيار عن طريق الضغط الاجتماعي الأقارب العمان الخوال العمر إلى حوب وكبرتوا بالسن ويلا شفكت الزوجين ربما ضغوطات أو ترى مثلا بعض الزميلات إذا كانت مثلا بالدراسة أو بالعمل أو كانت مثلا ترى بعض الأقارب مثلا من أقاربها أو كذا أو أخت الصغرات تتزوج قبل الأخت الكبرى أيضا يكون عامل ضغط على الفتاة في قبول شنو قبول الشخص للزواج هذا يأثر في بعض الأحيان تأثير السلبيني أنه هنا يكون الاختيار عن طريق الضغط الاجتماعي وليس عن طريق لرغبة ذاتية للفتاة كذلك أيضا للشاب هناك شباب كثيرين أيضا يقعون تحت الضغط يلا كباريت وشوكت تتزوج فأيضا يكون عامل ضغط أكثر ما هو اختيار ذاتي من قبل الشخص للشركة الذي يبنع من خلاله المشروع الاجتماعي ألا وهو الأسرة يعني ما أقدر أقول أنه لا لازم أكثر بوالدتي حرام يعني اللي اللي ما بيخير الأهلة ما بيخير للناس فاللي يكون باررب أمها أكيد رح يبر بزوجتها وأولادها بس أكو فئات تضغي الموضوع وياها يعني من الحالة اللي احنا اليوم متناوليها بسبب الوالدة الوالدة مجرد ما قابلة عليها ماكو أي سبب والولد يريدها لبنية هنا ما قدر يساوي شي يعني هي الوالدة متسلطة تلرأي أدى الموضوع للانتصال ناشون يقدر أنه قدام يعني خطوة يعني الخطوة الأولى أو يعني الفقرة الأولى أنه يا أمه يوقف ويا البنية لحد ما أمه تقتنع زين يا أمه أنه نحنا الطريقة الثانية اللي ما نفضلها هو ممكن أدي مشاكل ووالدتة عادي ويعادي والدته فما كان عنده يعني يمكن خيار ثاني غير أنه هو يفسق مدام بعدها على البر وأني يعني حقيقة أنا من سمعت الحالة أول ما سمعت قلت إيه خلصت لأن الموضوع ما رح يفض الطريقة كانت سلمية بالمستقبل له كان حتى له الولد شاريه ما طول الوالدة كانت متعلقة بابنها بهالطريقة رح تأبي ما حتقدر يعني هي إحساس الأمومة عندها مختلف عن الباقي ما حتقدر فهي ستسبب لمشاكل وحتأبنيهم أثنيناتهم صحيح فهي هنا يجب أن يكون هنا تكيف الفتاة مع الزوج مع أهل الزوج في نفس الوقت يعني مع عمتها مع حماتها مع حماها مع الناس ربما الجد وجددها كانوا موجودين أيضا في نفس البيت هذا هنا يجب أن ترضي كل الأذواق في بعض الأحيان نشوف بعض المشكلات التي تصب بين الزوجة والزوجة يقول لك والله أنا من زوجتك إليك ما من زوجة أهلك يطلبون من عندي ويسألون هذا أنا مواجب أنا مواجبها خدمك أو كذا يعني شرعا يقول لك لا ما مجبورة الفتاة تخدم أهل الزوج بقدر ما تخدم أنه جاي جاي لغلط أنه معها شريك حياة هو مسؤولية مسؤولية كبيرة ربما يقول لك أنا ما قادر فإهنا عملية التكيف أيضا نشوف مثلا قدرة وتحمل هذه الفتاة لهذا المهام الجديدة اللي وقع على عاتقها أنه كيف راح تتوافق وتستطيع أن ترضي كل ما موجود في البيت من أم وأخوة وأخو يعني من هل قبيل هذا هنا تحدثت مشكلات الاجتماعية ربما تنحون بعض الضغط خصوصا في الحالة يعني أنه هناك تضاد بين الأم والخطيبة هنا تصبح أنا عملية مثل ما نقول صراع بين الزوجة وبين أم أم الزوج على اعتبار أم الزوجة دي لك أنا ربيت وكبرت فما يتجي مثلا واحد يجينا طارئي ياخذ من عندي ابن وأنا ربيت وكذا بالمنقابل الطرف الآخر شركة الحياة دي لك أنا شنذن بأن أنا زود الشخص لازم تحمل مسؤولية يكون قادر وله قراراته وله شخصيته في اتخاذ القرار ما ممكن فلاني سيرة أو أم السيرة أو كذا هنا رح يصير عندنا نزاح الطرف الآخر الزوجة رح يكون بين نارين كيف يرضي الزوجة وكيف يرضي الأم في بعض الأحيان تميل الكفة إلى الأم وبعض الأحيان تميل الكفة إلى من للزوجة فرح يصير هنا المشكلات الاجتماعية وإذا ما لات فمرات يقيس اقتصاديا نقول أنا ما أقدر أطلع فصير مع الأهل على حساب الزوجة فصير مشاكل تروح مثلا تجي لها شهر تروح لست شر يمه وهكذا فرح سسبب بين المشكلات الاجتماعية زينهي هذه فترة الخطوة شلو الإشكالات التي صارت تقولين أنا متفاهمة ويا وبدت أنه أكو شي بين اتكم فصارت الخطوة طبعا احنا بيوم الخطوة عادة يعني بعد الخطوة نطلع أنا و أنا خطيبي نطلع نروح نتعش ور شوف شنو يعني حسب مخطط فخلصت الحفلة وطلعت أنا ويا طبعا هي عرفت بالموضوع أمي يعني خلصنا العشاء ورجعنا وهذه هي يعني شون اللي ضاجت وهي شي يعني عرفت بعدين ثاني يوم إجا هو يعني إجان لبيتنا وسلم علي قال لي أمي قالت لي لو أنا لو أنتي يعني لو هي لو أنا فخيرتني وأني رح أعوفت بعدام بعدنا احنا على البار قلت له أصبور وقل يا الله جوس هي غارة يعني هي تحبك ومتعلق بيك بس أنا رح رح أساعدها يعني ما رح يعني أخذك منها لا بعدين تفهم هو الولد اقتنع وحس كلامي صحيح فرجع للبيت قالت لها طلقتها خلصنا من يم بالبداية كان بس عقد سيد نعم هي مرات هو يعني نادرة ما نشوف مثلا يعني الأعداد اللي تصل إلى مرحلة السنتين فما فوق أعداد قليلة يعني أما يكون أسباب مثلا قاهرة حدوث وفاة مثلا في العائلة تتأجل الزواج تحدثها كذا مثلا حالات أو دراسة أو مثلا يعني أنا مسافر وانتظر اللجوء وأوراق لم الشمل وما شابه ذلك تحصل عندنا مثلا بعض الحالات فهي مثلا ربما تكون هاي الفترة الطويلة رح سسببنا بعض المشكلات يعني أيضا فربما تلجأ إلى القضاء وتأخذ حقوق غيره كان هذا غير مهيئ وغير قادر على أن يصل لمرحلة الزواج وهذا عمر يعني هم أنظر أنتظر يعني جيد طلاق التعسفي هو ما يمكن للرجل أن يطلق زوجته تعسفيا أي بما معنى منه دون وجهة حق يعني الرجل اللي يطلق زوجته اللي يلزامها بالأضرار يسببها ضرار معنوي أو مادي أو اجتماعي يعني يكون الموضوع التفرق بدون وجهة حق بدون أي قصور من المرأة بدون أي ضرر من عدها بس بغية أنه هو يزمها بضرر نعم بالعكس ونصل بالاختصاص نحن في اختصاصنا نكون متفرعين على كل اختصاصات سواء القانونية والدينية والسياسية والأمور الأخرى القضية أنه يجب أن تكون لدى المرأة الثقافة القانونية أيضا للشاب أيضا الثقافة القانونية مرات يكون العكس يعني الضحية يكون الزوج وليس الزوجة لكن بقانون ربما تكون تنال الحقوق كاملة بغض النظر إذا كانت هي المسبب الرئيسي مثلا لأن احنا تعرفون الجانب القانوني يأخذ بالأمور المنموسة والأمور اللي هي وفقا لللواحة القانونية اللي موجودة والنظر بها ومن ثم الدعوة تكون لمن أو لصالح من فإهنا الحالة اللي موجودة أدنا هي اتخذت الإجراء القانونية من حقها أنه تأخذ نصف المهر اللي مرسوم إذها مثلا فهذا جزء من حقوقها حتى كان شرعا انتهى بعض العلاقة انتهت بالطلاق من سنة والقوانين من شرع المشرع فكان موجود القانون اللي هو الطلاق التعسفي من ناحية الالتزامات ومن ناحية الواجبات ومن ناحية الحقوق والجراءات القضاء من ناحية موضوع الطلاق التعسفي فهو موجود من زمان قلها لا البنية ما شفت منها بعد بسم الله وما ما يعني أنا أحبت ويعني شون هشوا وياها وقدت حاقدة علينا اثنيناتنا احنا مشينا يعني بشغلاتنا كمناهم وقلتش يعني عقدنا محكمة وكملنا الأثاث كل شي كمناه هو علاقة زينة وياها وأبد يعني دائما يستمعني وزينة وياها بس هي دائما مثلا إذا أتصل وهو بالبيت هي ترفضي أو هي تجاوب نتقل لي هو مو موجود خلت تلفونة يمي يعني هيش حاربتني في هيش أسلوب يعني ما أعرف شا سوى أنا ظليت حائرة وما استشاريت أحد بس قلت صديقتي هي اللي صارت حماتي البنية يعني قالت يعني أمي تحب يعني أخويا وهي كل شي متعلقة بي فأنت صبرة عليها وإن شاء الله يتغير الموضوع أنا أمرح أحكي إياها قلت لها ماشي يعني هو بدأ الولدي يميلي ويحبني من يجينا بالبيت يعني الضال هي تتصل علي ما أعرف شبيها يعني أول مرة شو فيت شي بقيت يعني شهر يجر شهر شهر يجر شهر حد ما قالوا أنه هاي السنة إحنا يصير زواج يكون بس صيف قلت يا الله أنه يعني رح أخلص من هذا الموضوع لأن تعرفين أنا نعم أنت نخطب وهي بعد هي صارت زواج أنه كلها تسأله شو كنت الزوجين شو كنت الزوجين أنا تعبت من هذا السؤال اللي ما أعرف ليش دائما يسلون لبنية المهم وأنا تعبت أصلا هميا من الأقاربي أقاربي من صارت هاي الفترة يعني هو يتقدموا لي من أقاربي ما رفضتهم أنا ما كانت مقتنعة بيهم فهم يعرفون أمه فقلوا لها أنه بنتك مساوية علاقة العفو ابنتك مساوية علاقة ويه لبنية قبل زواجهم فيتخبل قلت هاي مدام مساوية علاقة ويه يعني هي أكيد عدتها علاقات قبل وظلت تتعارك ويه بعض الموضوع ويحلف لها أنها لبنية ما عرف صحية يعني صديق يعني أنا أخت صديقتي بس أنا لا عرفة ولا هي شي ودولة الله ينتقل منهم اللي يتسوا يعني 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 حاقدين علي وما يحبوني فوصلوا لهي كلام وكلام مو صحيح وهي يعني هي أصلا كانت ما ما طايقتني ومن سمعت هي شي بعد بالزايد محبتني لحد ما صارت المشكلة الرئيسية للطلاق أنه تلفوني انقفل فجأة يعني بعد هاي المدة كلها تصل علي ما كت تصل على صديقتي ما تجاوبني فظلي السكتي تعني شا سوي حالة صارت يعني من فترة قريبة علي هي بلش الموضوع يعني من قبل تقريبا سنة ف عن طريق يعني زواج قد ثلاثين سنة زواج لمدة الزواج ثلاثين سنة وراها أنه الزوجة قالت يعني بعد ما قدر أكمل وي الزوج لازم أن فصل الأسباب أنه كان بخيل مادين معنف أسري بدرجة أولى يعني كان ف كانت تحمل على مود العائلة والأطفال والأولاد وزوجتهم وكبرتهم وصل هالمرحلة آخر شي أنه عنفها أسري مدئدة عليها ضربها سوات هي تقرير طبيب هذا الشي اصطرت تطلع من البيت بدون ما هما يعرف فهنا كان شو يقول تسقط حققها أنا رح أطلقها أنا كذا أنا كذا طلعت بدون ما أنا قائلت زين أنت ممعنف ها ممت ضاربها ممت شاتمها ممت طاردها من البيت طاردها وطارد حتى أولادها من البيت ف وشان ثبتنا هذا الموضوع كان أكو شهود وهو من خلال تسلسل بالكلام وياه عن طريق المحكمة ثبتنا للمحكمة أنه معنفها أسريا وأكو كانت تقارير طبية بالموضوع لأن إحنا زمنطين يعني منورين الزوجة سابقا يعني كانت استشارنا أنه أي في حالة وقوع ضرار في حالة الضرب قيمي تقرير طبي روح للمستشفى أقرب مستشفى أقرب مستوصف أقرب دكتور روح يساوي تقرير طبي هذا ممكن باشو العقبة يفيدك أنت تحتاجيني يعني هو رح يقول لك أنت وين ثباتك وين شهودك أو ممكن الضربة قبل ست شهر ورا ست شهر يلا المرة قدرت ترفع عليها دعوة ما كو أي دليل على أنه هذا الكلام هو معنف هؤسريا فشان أكو أكو تقارير طبية بالموضوع فهو استوى بوقتها بينما قمنا الدعوة لأنها كانت مو بغداد خارج بغداد بينما قمنا دعوة التفريق ودعوة نفقة الأبلاد ودعوة حضانة هي موظفة بخلال علاقاتها يعني راح قدم لها استقالة و الموضوع يعني باللحظات الأخيرة يلا احنا عرفنا بي يقدم لها استقالة تطلع من الخدمة وتطلع من التعيين وتنفصل وكل علامة شنو حتى يكسرها حتى يخليها ترجع أو في حالة تطلقها تتنازل عن كافة حقوقها زين أهل شبا عرفوا الموضوع المشاكل اللي جاي الصير وي أم الزوج شكيت البابا بابا تعبان وشبير بالعمور بس شا سو أنا كنت مضطرة يعني مصحتهم فقت لها بابا ما يردون علي فهو خابر على أبو أبو قال إي هو مريض هاي الأيام يعني قال يصير زين وهو يفتح تليفون هو يعني صير عدة كآبة قلت يعني كآبة من شنو هان ما متعرك ويا ولا صير أي شي ويا فاللي صار بعدها أنه خابرتني يعني صديقتي وهي حشت وأم حشت يعني قالت لي أنه هو مريض ومسحور وإحنا جاي راجع به الشيوخ وهو أصلا كارهج وما يريد يسمع اسميج وأكو ناس يعني جوز مادري حاقدين عليكم وسو لكم سحر تفريق يعني هذا كلام مادري أنا ضحكت بداقتها خلص حشت يعني هذا حشت مو مو صحيح شنو أنت مصدقين قالت إي وأني ابني بعد ما يريد خلص رح يطلق ما صدقتها أنا بس قلت لأبوي وأمي قال هاي مدام يعني هاي جز من صالح بابا أنا شوية تعلقت بالولد فانصدمت و يعني فترة تمرضت بيها وهاي وراها جتني ورقة أنه صار طلاق يعني صراحة إذا عدم البديل يعني أنا مثلا عندي فتسبب وجيه مثلا يعني ما معقول الأبني بيلك والله سبب الخلاف وسبب طلاق أمي فيخرقوهم فتقضية مؤينة حتى يجردون العائلة من ذنب الطلاق طلاق بيهم نحن نقول بلغتنا العامية حظ وبخت فمرات يخترقون بعض الأعذار اللي هي ربما تدخل من باب الغيبيات وغيرة والسحر وما شابه ذلك يقول لك والله مسحور وبعد وعايش فيه عزلة ومن هالقبيل هذا راح يؤثر على نفسيته وحنا حايرين بيه وجاع نعالج بيه كذا كأنما نحمل الطرف الآخر الذنب أنه من عدكم ومن طرف كم قبل الزواج ما كان بهاي الحالة لكن من الزواج صار تأدى هذه المشاكل وهذا سوءا في الخطبة أو إذا حصل الزواج لاحظا فهذا هنا راح يكون مبرر أو هو نفس الشخص ربما يتهيأ لأنه يقول لك أنا ما عندي منفذ آخر إلا أنه أنا أدعي أدعي بأني منعزل وحزين ومتكأب وأرفض كل شيء ولا أطيق وكل شيء فهذا راح ينطي حائيا حتى لا ينطي بأهله من باب أنه مثلا والدته أو أخته أو أبو ومن باب الآخر حتى يبر للطرف الآخر ربما هو أنه السبب الضغوطات اللي صارت علينا وبين نارين وحير فبعض منعزل حقيقي يعني ما نريد نقول مثلا هذا الشيء مثلا نلغي الغاء كامل تعرفون الله سبحانه تعرف في كتاب الحديث ونفرقون بين بين المرأ وزوجها مضمون الآية ف ما ضار النبي من أحد إلا بإذن الله يعني هذا الشيء موجود يعني السحر موجود لكن القضية مو قضية أنه نثبت أو ما نثبت هذا مو بحثنا لكن القضية أنه كيف نحن نتقبل هذا الجانب يعني قضية التقبل لهذه الحالات زادت في مجتمعنا خصوصا في مجتمعنا نشوف مثلا العسلة التقليدية دائما لا تميل إلى هذا الجانب وتتحدث به وكأنما تكون شماعة يعلقون فيها أخطائهم والأمور الأخرى إذا كان ماكو سبب إنهاء العلاقة الزوجية وطلقها مثل ما نقول أنه طلقها هيجو يعني بدون سبب نهائيا هنا حيكون طلق تعسفي من هنا هو بغض حقها فسبب لها الأضرار فهو أكيد لازم يعرف أنه الطلاق بهذه الطريقة حيكون تعسفي بعد صدمة الطلاق شلو اللي سوتي رحتي أخذتي حقك رحتي المحامية محامي فضل أنا بس رحت رأسا من المحامية والمحامية قالت هذا تعسف وأنتي لقيت حقوق حتى لو أنتم ماكو سمتها ماكو دخول إنه إليك حق وراح نمشي بإجراءات القضية بس انتصروا وياي و وإن شاء الله خير وصحيح أنا حصلت يعني تعويض لأنه سبب لي مو بس يعني ضرر أول شي شوه سمعتي إنه قال أنا عساس عندي علاقات هو السبب يعني أمه أو الناس غيرهم إنه أنا سمعتي راحت وشي ثاني إنه أنا تحبت كل هاي الفترة وأني منتظرة يعني نفسي تتعبت وهماتي الحقي اللي يروح يعني هميا من حقي إنه المهر قالوا نص المهر تأخذينه فالحمد لله المحامية كانت شاطرة وحصلت على تعويض موضوع التعويض هو الطلاق التعسفي هو قيام الزوج بتطليق زوجته بغير وجهة حق مجرد الإضرار بيها التعويض هنا رح قرر القانون هو شنو لحماية المرأة من تعسف الرجل التعويض هيكون هو ماديا بس يخليها تشعر نفسيا نفسها أحسن من تعوضت عن موضوع الطلاق التعسفي يجي خليها تتجنب المشاكل اللي رح تواجهها لأنها رح تطلق عليها صفة مطلقة فهنان الموضوع التعويض هيختلف سيرفع عنها صفة المطلقة أنه هي طلقت تعسفيا مو الخطأ منها الخطأ من الزوج فهتطالب عن طريق لازم الزوجة هي تروح الطالب بالتعويض عن طريق المحكمة مما تقدر المحكمة ترفع دعوة تعويض عن فلانة أو أي أحد متقدم بشكوة إلا عن طريق شكوتهم هم يلا المحكمة تقدر ترفع الدعوة التعويض يقدر ماديا نعم يقدر ماديا حسب مقدار الضرر وحسب الحالة المادية للزوج إضافة أنه تكون مجموعها وكاملها لمدة سنتين ومدة سنتين نفقة لمدة سنتين هيكون التعويض حسب الحالة المادية نعم حسب الحالة المادية ومقدار الضرر تبقى النفقة مستمر في حالة الزوجة الزوجة من شخص ثاني بس بعد اكتساب الدرجة القطعية الدرجة القطعية للحكم أنه خلاص صار أكو طلاق وصار أكو طلاق تعسفي وأخذ الحكم أنه مو فترة بعد ما مصادق على الحكم ومو نحن اليوم نروح للمحكمة نرفع دعوة أو المواطن يرفع دعوة قررت المحكمة اليوم بالتفريق يقول لك تعال ورا بعد كم يوم القطعية القرار صار بإيدك من يصر القرار باليد أو يكتسب الدرجة القطعية يلا يحق للزوجة أنه تزوج والحمد الله وشكر يعني يعني عدت هاي المرحلة بس أنا يعني فترة هادسة كل شي يعني تعبانة وأهليهم ماتين تعبانين صحتهم تعبانين لأنه بعد اللي صار أنه إحنا بأمل أنه شون تعرفين بني تصير شون حمل على أهلها بس إن شاء الله يعني أنا أتحسن بس المشكلة ليس جاي أعاني منها وأريد الشي يعني تساعديني بها أنه أنه أنا انتهت بعد العدة والشي يعني قالوا أنه أنت لازم لازم معرفة عدة أو بدون عدة لأنه دخول بس المهم أنا وراء ثلاثة الشهر يعني هاي ثلاثة الشهر أنا ما أطلع من البيت ولا ما يعني ما أهتم لي أمور بس رئيسا بالقضية والتعسف تمام هي يعني نشوف نحن نقسم من باب الآثار المترتبة على الطلاق إذا كانت في مرحلة الخطبة تكون آثارها أهماً مما كانت هناك شنو هناك زواج وإذا كان هناك زواج وهناك أولاد تكون آثارها أكبر فهنا هيكون هنا العبع على أولاد وين يروحون مثلاً لهم للأب ولهم محاكم ويجيب ويثبت وتروح قضية الأبناء أين يذهبون فقضية كبيرة ربما نزاعات عشائرية وغيره وتأثيرات أخرى وربما نستصل إلى مرحلة الخلافات والضرب والقتل مثلاً هناك فهذه القضية فالآثار هناك إذا كانت مثل الحال الموجود بالعكس آثار أهواً من كثيرات أو مساء كثيرات تعانم من قضية الزواج هناك متزوجات على ذمة الرجال وكان هناك زواج رسمي وتام بالصورة الكاملة للزواج ومن ثم الأولاد فهنا كان بالعكس الخطبة هي فترة للتعارف وهاي فترة التعارف وصلنا إلى مرحلة لأنه اقتنعنا بالشخص المقابل يتم الزواج منما يكون هناك اقتناء أو قناعة من قبل الطرفين أو توافق ربما تنتهي بالانفصال بالعكس يعني بالعكس هذا يطيها فالدافع مستقبلي أن يكون هناك حسن اختيار بدون تأثير الأهل أو هناك سرعة في عملية ردة الفعل يعني مثل الضغوطات اللي جا تحصل عليها أنه يجب أن تتزوجين وتطلقتي وتكذا يعني هناك ضغوطات ربما يكون ناتج عكسي سلبي علي من على الاختيار ربما يكون إذا هسب مشكلتها بسيطة ربما تقع بمشكلة لا تستطيع حلها الطلاق قبل الدخول الدخول اللي نقصد به هو زفاف أو العرس قبل العرس في فترة الخطوبة إذا الزوج أو الزوجة أحدهم طلب الطلاق يكون هذا طلاق قبل الدخول إذا الزوجة رفعة دعوة أو هي طلبة الطلاق لازم ترد بشك وشي قبضة من الزوج من ضمنها الهدايا من ضمنها المهر اللي هو نقول عليه نيشان إذا الزوجة طلبة التفريق من الزوج ما تأخذ أي حق إذا كان بدون أسباب هاي اللي نحشي عنها بدون أسباب بدون أسباب تفريق وإذا الزوج طلق زوجته أو خطيبته حتى يعني مشاهدين يفتهموها أكثر إذا طلق خطيبته قبل الدخول هنا الزوجة تستحق نصف المهر اللي هو النشان والهدايا وشك وشي أخذته قبل الزواج نانا تستحق ما ترجع أي شي أختي قلتلي إن وضع إش لازم يعني إن قالت شخصة الزوجين وأنا الصراحة ما أريد يعني فكرة الزواج يعني موبالي وأريد أكمل دراستي أنا شنت شاطرة وأريد أقدم على الدراسات وأقدم يعني على الماجستير بس يعني أخواتي اللي حون علي إنه لازمت الزوجين ويجيبون يعني عن طريقهم ويجي شي فأني ما أريد هس الزواج لأنه ما أعرف أختار الصراحة وأنا اختاريت على مد استقرار ووضع أهلي بس هالمرة يعني بعد ما إنه أهلي أتأذى وأنا تأذيت أريد أختار إلي يعني إنه أنا لازم إنه أختار إنسان يعرف قيمتي ويختار إني إنه لأنه هو رايد يعني شون ما أعرف فأريدت شنو تنصحيني وحتى أقف بوجه أخواتي لأن المرات ما أعرف أريد عليهم لأنه كلامهم بصراحة منطقي يقول أنت لازم تزوجين ومالك أحد وتعرف إن الأخوان من الزوجة ويعني ما صير زوجاتهم وإنت مالك أحد وأنا صح مو كل الشبيرة بس يعني هذا الكلام دائما يصير بياناتنا أو هذه نعم هي الأصاح أن تكون هي قادرة وقوية على تحمل مسؤولية واحتواء المشكلة يعني كلما كانت هناك احتواء للمشكلة كلما كانت هناك حلول ناجحة أنا إذا استسلمت للأمر الواقع واستسلمت إلى ضغوطات الأهل استسلمت إلى ما يروم إليه الآخرين في عملية أنه أنا لازم تزوج ولازم أتلاف الأمر لا هذا ستقع في أخطاء كثيرة لكن عملية إعادة هنا نقول الفكرة مرة أخرى في ذهنها والتصرف الصحيح والاختيار الصحيح سيكون هنا عامل منقذ لها وليس عامل سلبي ربما اختيار كثير من الزيجات طلقت سواء كان مرحلة الخطوبة وكذا بعدها نجحا في زواج كان اختيار صائب وبنى حياتهم وبالمقابل كونا عائدة وأسرة وكام سجمات تلاف من الأخطاء اللي كان الموجودة سابقا سواء مثلا تأثر بالبيئة الأسرية للزوج أو الخطيب أو بالأمور الأخرى ربما مع الزوج نفسه أو العكس أو العكس ربما أو العكس الموجودة ما أقعد أختار أني أي أحد طلع عقبالي على المود أخلص من حالة عايشتها معينة أو من مجتمع أني دار أريد أطلع من عنده هذا زواج هذا حيترتب عليها هواية أمور ممكن حيترتب عليها الأطفال ممكن ما تقدر تتطلق أو تفسخ إذا عرفت الشخص هذا إن إنشان إنسان سيء ممكن يؤدي الموضوع يعني للعنف يؤدي الموضوع للتعنيف حتى الأطفال أو حالات توصل حتى أن الزوجات ينتحرون علامة شنو علامة إنه إذا أززوج أول أحد طلع أقبالي أول شخص تقدملي فأفكر بصورة صحيحة أدرس الموضوع أعرف الشخص أنا أعرف أكيد إحنا عاداتنا وتقاليدنا تمنع علينا أنه إحنا نعرف الشخص قبل الخطوبة والله كثير يعني تجربة يعني كثير من النساء يعني نشوفهم مثلا عن طريق الأقارب أو عن طريق زمالة العمل يعني كثير من الأمور نشوف مثلا صرح عملية الندم هنا إنه مثلا نشوف فيه هذا وينو صار وينصار لو أنت باقي ويا لو كذا هذا أيضا عامل ضغط نفسي للطرف الآخر إذن هاي تحاول تجد بديل أفضل من البديل اللي هي بديل للشخص اللي هي مثلا انفصلت عنه أفضل من عنده ربما ما تحصل على أفضل من عنده يكون اختيارها غير صعب أيضا يعني مجرد أنه أو تاخذ مثلا الشخص مثلا هو كان مثلا كانت اقتصادية ضعيفة مثلا على قدة تاخذ واحد امكانية اقتصادية جيدة ربما ما رح يؤثر سلبا لهم وما رح يتعامل بياها كأنما سلع بالبيت أو ما شابه ذلك فهذا رح يؤثر على اختيارها رغم أنه مثلا حاولت أن سد الثغرة التي خلقتها بحل هذا الحل جعل هناك ناتج عكسي عليما على حياتها أنا أعرف عاداتنا وتقاليدنا تحكمنا أنه ما يجوز لبنية تحت شوية الشاب قبل الخطوبة أو حتى قبل مثلا تلبيس الحلقات أو قراءة الفاتحة أوكي فهذا الوضع شوية بدأ يعني نغير به أنه شوية صار أكون فتاح من هذا الموضوع صار أكون تقبل من ناحية الأهل من ناحية إذا أهل الزوج أهل الزوجة يعني فس تلبيس حلقات أو قراءة فاتحة يتعرفون لبنية الولد شوف نفسهم مناسبين ما مناسبين